وينضم إلينا من رميش مصطفى عبد الفتاح مراسل القهراء الإقبارية أهلا بك مصطفى معنا ويعني بداياتي ستكون لو تطلعن عن آخر التفاصيل لديك وآخر التطورات أيضا كيفية استجابة سكان المناطق التي يعلن جيش الاحتلال ضرورة إخلائها كيف يستجيب المواطنون في هذه المناطق لأوامر الإخلاء أولا على الوضع الميداني ما زالت محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي من محاولات اقتحام بري لعدد من بلدات وقراء الجنوب اللبنانية مستمرة في القطاعات الثلاثة الغربي والشرقي والأوسط آخر هذه المستحدثات بالنسبة لمحاولات الاقتحامات البرية كانت في القطاع الغربي وظهر هذا اليوم ومنذ الساعات الأولى هي المحاولات المتكررة والمستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم في منطقة النقورة بالقطاع الغربي وهو الذي تبعه بعض البيانات من الجانبين من حزب الله وكذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي حزب الله أعلن في أحد البيانات الصادرة عنه صباح هذا اليوم بأنه استهدف مجموعة مترجلة من القوات الإسرائيلية التي حاولت الدخول إلى منطقة النقورة وأصابها إصابات مباشرة وهو ما أكده جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابات في صفوفه وكذلك استهداف بعض الآليات العسكرية التي حاولت الدخول إلى محيط النقورة كذلك في هذا الإطار وفيما يحدث في القطاع الغربي كانت قوات اليونيفيل المكلفة في هذه المنطقة بالتأمين والتواجد في القطاع الغربي والتي تنتشر على الحدود الجنوبية من الأراضي اللبنانية كانت قد أعلنت في بيان رسمي لها عن إصابة شحصين جراء ما استهدفتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي من إطلاق لأن يران صوب أحد أبراج المراقبة التابعة لقوات اليونيفيل بمنطقة النقورة في القطاع الغربي وقال البيان الصادر عن اليونيفيل بأنه هذه الواقع لم تكن الأخيرة وكانت هناك عدة استهدافات أخرى لم تستطيع إصابات أو تحقيق إصابات مباشرة للأفراد التابعين لليونيفيل في كل المناطق الجنوبية من الجنوب اللبناني ولكن ربما هذه هي الإصابة الأولى التي تستهدف إصابات مباشرة ما بين صفوف العاملين في قوات اليونيفيل وقال أيضا البيان بأنه سابقا تم استهداف عدد من الأليات التابعة لليونيفيل وكذلك استهداف الكاميرات الموجودة في عدة مواقع وهما يؤكد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي باتت تعتدي على كثير من الأماكن الموجودة للكل سواء كان ذلك البنية التحتية للدولة اللبنانية وكذلك ما يتبع وما يخص لقوات اليونيفيل والذي كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطع لبطوة أصدرت بيان لقوات حفظ السلام الموجودة هنا في الجنوب اللبناني وطالبتهم بإخلاء بعض المواقع العسكرية لهم في الجنوب اللبناني وهو ما أتى عنه رفض من قوات اليونيفيل واليوم كان الاستهداف هذا الذي يعلن من قبل قوات اليونيفيل المتوجدة في الجنوب اللبناني عن إصابة شخصية نعود للحديث عن الوضع الميداني فكما ذكرت القطاع الغربي كان هو صاحب النصيب الأكبر من هذه المحاولات المتكررة والمستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحاولات التقدم البري كذلك القطاع الأوسط الذي نتواجد به حيث بلدة رميش ما زالت بعض المحاولات الموجودة في بلدتين يارون ومرون الرأس هذه البلدات والتي تشهد على مدار أكثر من سبعة أيام من الآن يعني محاولات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات للتصدي لها من قبل حزب الله الذي يتواجد في هذه الأماكن ويحاول ردع القوات الإسرائيلية وأعادتها مرة أخرى إلى النقاط الإسرائيلية في شمال الأراضي المحتلة وغالبا تكون هذه هي نتيجة كل المحاولات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تقدم في بعض الأثناء وبعد ذلك رجوع مرة أخرى إلى نقطة الحدود عبر الخط الأزرق وهو أيضا نفس الحال بالنسبة لأقطاع الشرقي وما يصاحبه من محاولات عديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتصدي من قبل حزب الله الذي يعلن في كثير من بياناته عن استهدافات مباشرة لأليات وكذلك جنود تابعين القوات الاحتلال الإسرائيلي سواء كان ذلك من المتسللين أو من المواقع الإسرائيلية القريبة في شمال الأراضي المحتلة نتحدث عن الأوضاع بشكل عام بالنسبة للقرى والجنوب اللبناني ربما هذه القرية أو بلدة تاريميش هي الوحيدة في القطاع الأوسط هي من القرى المتخمة للحدود هي الوحيدة حتى الآن التي لم يتم إخلاؤها وفقا للبيانات التي يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي من مطالبات العديد لقرى بلدات الجنوب اللبناني بالإخلاءات الفورية ومغادرة هذه البلدات في إطار ما يقوم به جيش الاحتلال من توسيع لعملياته البرية نتحدث عن معظم البلدات التي بالفعل هجرت نتيجة لتوسيع العمليات البرية والقصف المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي الغارة الإسرائيلية ما زالت موجودة على بلدات وقرى الجنوب اللبناني وصباح هذا اليوم ومنذ الساعات الأولى كانت هناك بعض الغارات على فترات متقطعة على بلدات يارون وكذلك عيت الشعب التي كانت قد شهدت آخر الغارات الإسرائيلية على القطاع الأوسط ربما في أقل من ساعة من الآن كانت هناك إحدى الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال على هذه المنطقة بالقطاع الأوسط أشكرك شكرا جزيلا مصطفى على كل هذه المعلومات كنت معنا من رميش شكرا جزيلا لك